اهلا بكو في قناة كلاود كود والنهاردة هنتكلم عن اول لاب عملي بخصوص السويتشنج هتكلم عن ازاي انت تعمل configuration للVLAN وازاي انت تكونفجر الport access و trunk افكرك بس والكلام ده طبعا قلناه في اول فيديو للسويتشنج قلت ايه؟ قلت ان انت بيباع عندك switch بيباع عندك port access و port trunk الport access دي اللي بتبقى وصلة بالاجهزة بتحط الport دي في VLAN معينة ماشي الVLAN دي مش هتشوف الVLANات التانية يعني الاجهزة اللي في الVLAN دي بتبقى اجهزة غالبا في subnet معينة ماشي مختلفة عن subnet التانية لو اخدت بالك هنا ال subnet دي بتبتدي بعشرة بينما ال subnet دي لايه VLAN 20 مثلا بتبتدي بعشرين دولتو subnet مختلفين تماما مش قادرين انهم ما يشوفوا بعض على مستوى layer 2 لان ده كده VLAN لايه عشرة لو باللون الزرق ودي VLAN 20 فبالتالي لو فيه switch ناحية يعني وصل بالسويتش اللي انت اللي هو مثلا قلنا ده switch 1 وده switch 2 لو فيه switch هنا برضو عنده VLAN 10 ماشي وVLAN 20 تقدر ان انت تخلي الراجل اللي هو هنا يكلم اللي هو VLAN 10 اللي هو مثلا 10.002 يقدر ان هو يكلم الراجل اللي هو أو PC اللي هنا اللي هو VLAN 10 برضو ازاي الكلام ده ممكن يحصل بان انت هيبعد ترافيك هنا ماشي عادي جدا ماشي بالsource IP والdestination IP والsource MAC والdestination MAC فيش اي مشكلة سويتش ده هيعمل ايه؟ بياخد الفريم زي ما هو كده ماشي ويبعته على trunk port ماشي ويحط عليه tag ماشي VLAN 10 سويتش ده بيعمل ايه؟ لما بيجي له اي حاجة tag ده في VLAN 10 بيعرف ان انا ببعتها على البرتات اللي هي في VLAN 10 بس طيب السويتش ده ممكن على فكرة هيعمل flooding يعني عنده حل من اتنين يما يبقى عارف ان الراجل ده واصل فين بالزبط يما بيعمل flooding في حالة انه مش عارف هو واصل فين فلما هيعمل flooding هيعمل flooding على البرتات الممبر في VLAN 10 بس فبالتالي اي flooding اي broadcast message بتتبعت هنا اي حاجة احنا طبعا عارفين ان الفلودنج بيتم امتى في البروتكوست والمالتي كوست والأنونيوني كوست ماشي وكلام ده شرحنا في اول فيديو فالراجل ده لما بيجي يعمل flooding بيعمل flooding في البروتات اللي هي VLAN 10 بس فانت البتالي VLAN سهلت لك حتة ان انت تفصل البروتكوست دومين بتاع مثلا VLAN 10 عن VLAN 20 وخليت الناس اللي في VLAN 10 ما تقدرش تشوف VLAN 20 طب الكلام ده بيتم ازاي بالconfiguration اول خطوة خالص اول خطوة لازم تكون فيجور VLANs اللي عندك فبتعمل هنا VLAN 10 وVLAN 20 ده كده بسم الله الرحمن الرحيم تانية خطوة بتكون فيجور البروتات اللي هي access عندك في VLAN 10 أو 20 فتيجي هنا مثلا البروت دي fastethernet 0 على 2 باجي اقول switch port mode access بقول لا انت كده بورت انت دي بورت fastethernet 0 على 2 انت access وانت member switch port access VLAN 10 انت member في VLAN 10 نفس الكلام هتعمل على البروت ده بتقولي interface fastethernet 0 0 على 3 access بس المرات انت VLAN 20 فبتيجي بقى على trunk port تعمل ايه تقول interface fastethernet 0 على 1 اللي هي البروت دي switch port mode trunk وتقول switch port trunk allow عديلي هنا VLAN 10 و20 لو انت على فكرة ما كتبتش الcommand ده هيعد كل الVLAN عادي ممكن انت ما تكتبش الcommand ده بس دايما هدا يعني الافضل انت اتحدد any VLANs اللي هتعدي على trunk port ديت طيب لما نعمل الconfiguration دي بالتالي الراجل ده لو حبي يتجل الراجل ده يعني اللي هو 10 00 02 لو حبي يعمل PING 20 00 02 مش هي يلاقي الping شغال لان VLAN 10 مش رفها VLAN 20 الحاجة الوحيدة اللي تخلي لك VLAN 10 شوف VLAN 20 قلنا في السيشن اللي فاتت ان انت يبقى عندك router هنا يقدر ان هو يعمل routing ماشي او ال switch ده يبقى Ler3 switch طب تعال نشوف بقى الكلام ده بشكل عملي ماشي انا هنا هروح على ال switch ده ماشي هعمل ايه اول خطوة خالص انها هconfigure VLANs فعمل هنا confity VLAN 10 ماشي exit وبعد كده VLAN 20 انا no VLAN 29 وباش هتفرق بقى انا ماشي احنا عرف انه غلطة VLAN 20 تمام ده كده على switch رقم 1 تمام بعد كده هعمل ايه هاجي على port اللي هي vlan fast ethernet 0 2 هعمل interface fast 0 2 switch port mode access كده انا عملت قلت لها anti-port anti-port mode access وبعد switch access vlan 10 يبقى انا كده قلت لها ايه انت كده في vlan 10 يبقى انا كده عملت configuration للport d vlan 10 نيجي نعمل نفس الكلام ده هنا على الكمبيوتر ده بس vlan 20 هاجي عمل هنا interface فاست فاست ethernet 0 على 3 switch port mode access برضو وبعد switch port access vlan 20 برضو 29 مش عارف ليه 20 كده انا عملت configuration للport دول تمام وهنا انا بس عايز اعرف ميله لعمل show interface brief show interface fos ethernet 0 على 3 عايز شوف بس الانترفيس دي بانة orange في حاجة حصلت up up connected طيب يمكن يكون هلينا نشوف طب احنا كده عملنا ايه configuration للتلات port دول عايز رجعت اقدر تاني معاوش قلقتني ليه قلبة orange طيب احنا كده عملنا configuration للport دي والport دي تعال بقى نعمل configuration للport d ماشي conf team interface fos ethernet port trunk switch port mode trunk وبعد كده ماشي switch port trunk allow blan 10 و20 تمام جميل طيب جميل نعمل بقى نفس الكلام ده على السويتش ده تعال نروح السويتش ده ماشي CLI هبتدي بال 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 سميه الاول بس host name كده ايه switch اثنين هسمي switch اثنين معلش trunc allow انا اسف برضو معلش المفروض ان انا نبتدي بحاجة مهمة ان انا بتدي عرف الفيلانات الاول vlan 10 وبعد كده vlan 20 كده انا عملت configuration 2 vlan وبعد كده هروح داخل على الانترفيس اللي هي interface fast ethernet 0 على واحد اللي هي trunk هعمل switch port mode trunk وبعد كده switch انا عرفت انها trunk switch port trunk allow vlan 10 وهي تمام بعد كده هروح بقى البرتات ال access هبتدي ب vlan 10 interface fast 0 على 2 switch port mode access بعد كده switch port access vlan 10 يبقى انا عرفت كده ان الانترفيس دي في vlan 10 بعد كده ايجي على الانترفيس دي interface 0 على 3 switch port mode access عرفت انها access بعد switch port access vlan 20 كده انا خلصت configuration ماشي كده انا خلصت configuration تمام تعال اوريك حاجة لطيفة قوي output جميل جدا هيفيدك شو vlan وعرفنا كده ايه الvilانات اللي موجودة عندنا تعال هتلاقي ايه هيقولك ان vlan 10 و vlan 20 عندك طبعا واحد دي default الطبيعي ان انت عندك vlan 1 يعني اوما بتقوم switch vlan 1 دي قيمة وفيها كل البرتات بي دفولت يعني اي بورت عندك في vlan 1 بي دفولت ماشي انا عملت ايه عرفت vlan 10 فقال لي هنا add vlan 10 وقال لي خلي بالك add ports ده section بتاع ports ان force ethernet 0 على 2 ماشي اللي هو هنا هو لو تفتكر d ماشي d member في vlan 10 وقال في vlan 20 وممكن اوريك الحتة دي دلوقتي واحتق اقال لك ان vlan 20 دي البرت اللي member فيها force ethernet 0 على 3 بس كده جميل جدا طيب تعال بقى نجرب نتست الكلام ده خلي بالك برضو ممكن نعمل شوء interface toket trunk نشوف ايه interfaces trunk عندنا قال لك يخلي بالك interface force ethernet 0 1 interface trunk ده بيعرف كده interface trunk اللي عندك first ethernet 0 على 1 دي trunk و 10 و 20 دي allowed vlanz فيها تمام يعني دي interface trunk و 10 و 20 دي allowed vlanz فيها تعال بقى نجرب ننج من هنا لهنا ماشي وعشان بس تبقى فاكر الطيبولوجي دوت 10 00 2 و دي 10 00 3 تعال نجرب نعمل 10 00 3 reply عادي جدا لو جربت ping 20 اللي هو ده مش هي ping عشان ده vlan تاني خالص بص ماشتغلش ماشي ماشي طيب هيشتغل من اني جهاز من الجهاز اللي معا vlan 20 ping 20 00 3 من الجهاز اللي هو vlan 20 الجهاز vlan 20 ping ده باختصار حدودة access و trunk طيب تعال وريق label spanning 3 ماشي انا عملت في اللاب خليت ده switch رقم ثلاثة بحيث ان نبقى عندنا switch ثالث ونعمل نفس الطيبولوجي اللي احنا شرحنا عليها النظري ده switch رقم ثلاثة ده switch رقم واحد وده رقم اتنين ماشي اللي حصل ان الرجل ده بقى الروت ماشي وطبعا احنا قلنا الروت بيبقى بناءنا على ايه؟ هو الاقل switch ID بس عشان ده لاب فممكن حتة ال switch ID دي مش باين قوي بس هوريكوا ازاي ممكن احنا نغير البرامتر ده فالمهم ده الروت انتفقنا لما ده يبقى الروت اللي بيحصل كل البورت بتاعته بتبقى designated port السويتش ده اختار البرت دي روت بورت ماشي السويتش ده اختار البرت دي روت بورت ونرجع بس كده للتوبولوجي تاني ماشي دي كده التوبولوجي الراجل ده برضه اختار البرت دي روت بورت تبقى بعد كده السيجمنت السيجمنت اللي هي ما فيهاش روت بورت ماشي فدي السيجمنت اللي ما فيهاش روت بورت خلاص سويتش ده اختار روت البورت اللي هي دي احسن بورت توصله بالروت السويتش ده لو رقم اتنين اختار البرت ديت احسن بورت توصله بالروت وبعد كده تبقى بقى السيجمنت دي السيجمان دي المفروض يبقى فيه بورت منها تبقى الديزيجنيتد بورت وبورت تاني هي البلوكت بورت اللي هتتقفل فاللي حصل اللي هم اختروا ان دي الديزيجنيتد بورت و دي البلوكت بورت اللي عايز اقولولك ايه تعرفت الحاجات دي بتشغل ازاي الكلام ده بيتم لوحده انت مش محتاج تعمل في اي حاجة في اغلب الحالات ماشي اكثر حاجة هتعملها ايه ان انت مثلا انت بقى يعرف ان فيه سويتش عندك جامد قوي فتخليها هو ده الروت غير كده مش هتلعب في البرامترز بتاعت الاسبانينج تري كل الكلام ده بيتم لوحده تعال تبقى فرجك على الكلام ده ازاي تم لوحده ادي دي التبولوجي اللي احنا كنا بنتكلم عليها ماشي زي ما انت شايف كده البورت دي معمولة اورنج دي هي بقت البلوكت بورت تعال نوقف مثلا على السويتش ده لو هو سويتش رقم واحد ماشي ادي ده سويتش رقم واحد ماشي هعمل ايه هعمل command اسمه شو spanning tree خلي بالك ان ال spanning tree بيتران على كل vlan فكل vlan ليها البروسيس بتاعتها يعني ايه الكلام ده يعني انت ممكن مثلا مثلا ال vlan مثلا مع عشرة ماشي ده يبقى root بينما ال vlan 20 تخلي ده الroot والبلوكت بورت تبقى حاجة تانية فكل vlan ليها ال wrap يعني مثلا براسمة سريعة يعني ادخال كده ده ودي سويتش ماشي ودي سويتش تاني ودي سويتش تالت صح؟ احنا في episodes بتاعتنا الي حصل دي بقت البلوكت يعني ال Liqu召cı Duke يعني اسمه يعني ايه؟ يعني كان اللينك دي مش موجودة كان بالزبط الرسمة كان Merkati كده ماشي كده بالزبط واللينك دي تعتبر مش موجودة لحد ما اللينك من لينكتين دول يوقع فاللينك دي تتاكتف يعني يعني لو اللينك دي وقعت اللينك دي ساعتها تتاكتف ويبقى التبولجي بالشكل ده ممكن الكلام ده بالنسبة لVLAN 10 ماشي ممكن بالنسبة لVLAN 20 الموضوع يبقى مختلف تماما يبقى مثلا مثلا ده الroot ماشي فبالنسبة لVLAN 20 يبقى الشكل بالمنظر ده ماشي كده واللينك دي اللي مش شغاله فبسلا ده كده VLAN 10 اللينك دي اللي مش شغاله بينما الVLAN 20 اللينك دي مش شغاله ماشي وفي الVLAN 10 ده الroot بينما الVLAN 20 ده الroot ممكن يعني انا لايز اقول لك بس ان انت الـ 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 يشتغل على كل VLAN ماشي فده بس نقطة مهمة كنت حابب ان انا ايه اوضحه لك تعالى طب نشوف بقى تاني الـ 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 الاني حاجة هنا قال لك ان فاست اترنت ان كل البرتات ديزيجنيتد معنى كده ايه على طول الديفايت الوحيد اللي كل البرتات عنده ديزيجنيتد الروت تمام ده كده واحد تاني حاجة هنا قال لك ان الروت ID ماشي this is this bridge is the root يعني ايه يعني بيقولك ان انا الروت بس كده بالنسبة ال VLAN 10 طب تعال نشوف السويتش ده كده سويتش رقم واحد اللي هو السويتش ده تعال نشوف الرقم 3 ماشي ده سويتش رقم 3 تعال نشوف نفس الout show spanning tree VLAN 10 قال لك ايه ما لقيتش هنا بقى ان ده الروت قال لك ايه قال لك ان first ethernet 0 على 2 ديزيجنيتد و first ethernet 0 على 1 ديزيجنيتد بص لو جيت بصيت هنا على topology هتلاقي ان الانترفيز دي هي دي الروت والانترفيز دي هي ديزيجنيتد طب تعال نشوف السويتش اللي هو رقم 2 ماشي في ايه show spanning tree VLAN 10 ماشي قال لك ايه قال لك البرت دي بقى block status بتاعها block خلي بالك بص هنا بيقول لك here role root والstatus بتاعها forwarding ماشي فقال لك هنا status بتاعها block معنى كده ان البرت دي مقفولة forwarding طبعا عرفنا ان forwarding يعني كده ان احنا بنforward traffic طيب تعال كده بص ده كده شكل topology زي ما قلت لك انت ما عملش ايه حاجة مش محتاج تعمل ايه حاجة تخيل كده الوهلة انت قررت ايه جاء مديرك في الشغل قال لك بص انا حاس ان السويتش دوت يعني سويتش تقيل وجامد وانا عايز ان ده يبقى root وعايز ان ما يبقاش عنده اي لينك هي اللي blocked ماشي طبعا دي كيس يعني التقريبا مش هتحصل بس يعني تخيل كده ان انت قررت ان انت فيه سويتش معاين عايزه يبقى هو root هتعمل ايه ماشي هتيجي على السويتش ده اللي هو مثلا سويتش رقم ثلاثة ماشي طب خلينا نعملها سويتش رقم اثنين عشان ادوست هنا حاجة غلط خلينا نعمل سويتش رقم اثنين ده هو root ماشي شوف كده الدنيا هتمشي ازاي comfety ماشي ازاي تخلي سويتش هو root بتعملكم بتغير الpriority بتاعته لو تفتكر ان انت ال switch id ده عبارة عن ايه switch id ده عبارة عن priority و الماك بتاع ال switch فلو انت خليت الpriority دي قليلة يبقى ال switch id كله بقى اقل ال switch id في كل المجموعة فبالتالي هيبقى ده هو root طبعا الroot هو اقل ال switch id و قلنا الكلام ده بلي كده فبتعالا بقى في ال switch ده انا اعمل spanning tree ماشي vlan عشرة انا بقول له spanning tree vlan 10 الpriority بتاعتك 4996 ال default لو خدت بالك الpriority كانت 32778 فانا دلوقتي هخليها 4096 اللي هو رقم اقل من ده بكتير دلوقتي ايه اللي هيحصل الراجل ده المفوض يبقى هو root show spanning tree vlan 10 ماشي بس ايه اللي حصل بقى كل البرتات بتاعته designated بعد ما كانت البورت دي بلوكت وقال لك ايه this bridge is a root ماشي 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 ولو عايز تعرف يعني ايه port fast ارجع بقى للشارح بتاع الفيديو في السيشن الفات فالله هعمله ايه switch واحد هنا خش على الانترفيز دي خليها port fast بس كده switch رقم واحد ماشي كده انت خليت الانترفيز دي port fast يعني بورت فاست تاني ماشي انترفيز دي كده بورت فاست ماشي يعني بورت فاست ان انت الرجل ده ولو اللينك دي في لابت مايقصرش على ال spanning tree process ومايخليش بقى ان احنا نقعد نعيد ال calculations بتاع ال spanning tree ده كده باختصار قصة ال spanning tree انا مش عايزك تعرف اكتر من كده وعايزك تقصق فيه ان انت في حياتك العملية تقريبا مش هتحتاج اكتر من اللي انا قلتولك ده في شوية حاجات بقى في السيسي اني بي ليه علاقة بال ppd guard وال loop guard وحاجات بالمنظر ده كماندات كده وسهلة جدا حاول ان انت لو احتاجت ممكن تروح بس تكوفر الحتة دي من غير ما تخش في تفاصيل اكتر من كده ده رأي من انا يعني شفته في حياتي اتمنى ان اللاب ده يكون كان مفيد بالنسبة لكم ال inter vlan routing خلي بالك الجزء ده معمول له configuration already يعني احنا عندنا switch هنا واحنا عارفين بقى الكلام ده خلاص ايه قتلنا بحسن ال port دي معه في vlan 10 ال port دي في vlan 20 وال port دي trunk اللي طلع على ال router ماشي فبتألو ال 2 vlan ال router بقى هو اللي هنعمل عليه configuration ال router ده عنده انترفيس جيجا 0 على 0 هنقسمها ال 2 sub interfaces 1.10 و 1.20 ونخلي هنعمل configuration لل encapsulation dot 1 q ماشي 10 فتبقى كده دي dot 10 دي في vlan 10 ماشي وهندي ip 10.001 ده اللي هو هيبقى ال gateway ماشي 10.001 ونفس الكلام لvlan 20 ماشي و 20.000 من جيجا 0.0 على 20 ده كده باختصار فالراجل ده لما يجي يبعث للراجل ده احنا قلنا بقى انه كان الاول ما كانش ينفع نعمل routing ما بين الجهازين دول عشان ودفرنت vlan جاء الروتر بقى يعمل لنا الموضوع ده الراجل ده لما يجي يبعث للراجل ده هيبعث على default gateway ماشي اللي هو ايه giga 0.1 الروتر ده هيجيله الباكت هيبص على routing table اللي قال انه 20 موجود عندي اللي هو destination ip ماشي ويهي هطلحها من جيجا 0 على 0 على 20 فايبعت الترافيك تاني كده tagged vlan 20 الراجل ده ياخدها ويبعتها بعد كده للجهاز ده تعالى نشوف الكلام ده بقى ايه عمليه انا طبعا قلنا ان دي معمول لها configuration فانه هعمل بس ايه configuration للجزء ده ماشي تعالى بقى نعمل الكلام ده ادي الروتر انا دخلت على انترفيس جيجا 0 على 0 عملت لها نوشت دون ماشي هخش بعد كده على جيجا 0 على 0 .10 ماشي كده انا عملت ايه configuration لسب انترفيس هتليج دخلت في مود اسم السب انترفيس هروح عمل ايه encapsulation .1 q ماشي و 10 ببقى انا كده عملت tag او عملت ربط الانترفيس دي في لان 10 بعد كده اديها ال IP address IP address 10 00 1255 .255 .255 .0 نفس الكلام للانترفيس اللي هي .20 انترفيس جيجا 0 على 0.20 دخلت كده في السب انترفيس مود هروح عمل ايه encapsulation .1 q و IP address 20 00 .1 .255 .255 .255 .255 .255 سأضح على الجهاز سأشغر بأنني أصدقائق الـجتوان في الـجتوان الــدفولد الـجتوان سأسميه 10-00-1 وبعد ذلك سأخش على الجهاز سأخبره الـجتوان سأخبرك 2-000-1 سأخبرك نخش في المقامل نعمل PING من الجهاز للجهاز PING من الجهاز اللي هو ٢٠ دلوقتي عمل ping أو deploy شكرا الping اشتغل traffic اتبعت من هنا على switch switch بعته على router router عمل routing وبعت تاني كده intervLan routing lab تعمل بنجاح طيب تعال اريد بقى حتة الHSRP اللي احنا كنو لنا عليها الHSRP كانت فكرته ايه انت بيبقى عندك راوترين الراوترين دول هما بيبقوا gateway بتوعك للانترنت او للوان بشكل عام يعني كده ده الوان هما الاتنين شغالين redundant احنا كن عملنا ايه في اللاب اللي فات كن نكونفجرنا راوتر لو مسلا خلينا نسمي ده ايه وده بيه كن عملنا الراوتر ده خلناه هو gateway وكن عملنا giga0 على 0.10 صحي كده و giga0 على 0.20 دي كانت default gateway لvlan 10 وده كانت default gateway لvlan 20 صحي كده وكانت دي وغده .1 وده كانت وغده برضه .1 ده هو 20.00.1 و 10.00.1 صحي كده هاجي اعمل ايه حط الراوتر ده وده انا عملته دلوقتي بس مش هقضى وريك بقى configuration تاني عملت ايه عملت نفس الكلام اللي فوق ده بالزبط نفس configuration بتاعت انكابسوليشن وكل الكلام ده configure giga0 على 0.10 ودتها ip 10.002 وهنا giga0 على 0.20 ودتها 20.00.2 دلوقتي انا عندي معضلة ماشي الراجل ده لو خليت الgetway بتاعته 10.001 هيبعت على الراوتر ده طب افرد الراوتر ده ويقعه هيعرف من ان فيه getway تانية من هنا جات فكرة الـ hsrp ان انت هتعمل vip بين الاثنين ال vip في الحالة بتاعتنا هخليه 10.003 وخلينا ناخد بس ايه انترفيس واحدة عشان منتلاقه بطش يعني انا هتكلم على الانترفيس اللي هي giga0 على 0 على 10 تمام كده الانترفيس دي هنا واخد اي بي 10.001 على الراوتر ده واخد هنا 10.002 انا هعمل vip 10.003 يبقى شغال على الاثنين هخلي ده الاغتف ده اللي اشيل الترافيك وهاجي هنا على الكمبيوتر ده خلي الgetway getway dot 3 فالراوتر ده لما يقع يقدر ان dot 3 ده يروح هنا ما تحتاجش تغير انت configuration على الكمبيوتر يعني dot 3 هيبقى شغال على الاثنين ماشي لو الراجل ده وقع ده هياخده عادي جدا طب الكلام ده بتعمل بconfiguration ازاي بتيجي على giga 0 على 0.12 هتعمل stand by يعني تحت الانترفيس تعمل stand by 10 تسمي group او ترقم group وتدي الIP اللي انت عايزه وزي ما قلنا default priority 100 فلو عايز تخلي واحد هو الاغتف فهاجي على راوتر ايه كده هقول stand by 10 priority 110 فكده انا هخلي الراجل ده هو يبق الاكتف تعال نشوف الكلام ده بالconfiguration طب انا هنا على الراوتر ده راوتر ايه ماشي هاختميه بس راوتر ايه عشان منطلق بطش hostname router ايه هاجي اعمل ايه interface giga 0 على 0 dot 10 كده دخلت تحت sub interface stand by 10 IP 10 00 3 ماشي واروح عامل ايه تاني هاروح عامل الpriority stand by 10 priority 110 اجي على الراوتر التاني ماشي يكون في تيله راوتر اتنين خلينا نسيبه اتنين وخلاص هعمل نفس الكلام interface giga 0 تحت الانترفيس دايما hsrp بتبقى configuration بتاعتها تحت الانترفيس هاجي تحت الانترفيس stand by 10 ip 10 00 dot 3 بس كده تعال نشوف بقى الconfiguration دي عاملة ازاي وتعالي تعال بس ايه عامل حاجة بسيطة لازم تيجي تروح على الكمبيوتر ماشي اللي هو pc اللي هو vlan 10 لازم تخلي ال ip configuration اللي هو الgetway يبقى dot 3 mission time تعال كده بس نرجع هنا country t على router 8 تأكد بس ان الانترفيس اصلا ايما 0 على 0 shut down كنت اعمل لها shut down فاملت لها بس ايه و shut down physical interface على router 2 اللي هو الراوتر ده كانت الانترفيس دي معمولها shut down طيب تعال نشوف hsrp شكله عمل ازاي على router راوتر ايه بس هنا قال لك ال hsrp بقى active هنا في واحد بيبقى active واحد بيبقى stand boy تعال كده نشوف الراوتر ايه شو stand boy brief ده كده بيوريك output الراوتر بتاع hsrp شو stand boy brief قال لك ايه قال لك على الانترفيس الجيجا في جروب رقم 10 الpriority بتاع 10 انا انا active ماشي الست بتاع active ماشي الstand boy انا انا مش عارف هو مين ماشي الvertual ip 10 003 المفروض هنا الstand boy يبان الراوتر الثاني في مشكلة في الانترفيس تقريبا المفروض ان الراجل يبان هنا هو الstand boy بتاع لنشوف على الراوتر الثاني كده اللي حصل شو stand boy brief قال لك ايه قال لك على الانترفيس جيجا في جروب 10 الpriority بتاع 100 انا stand boy الactive 10 001 اللي هو مين لو تتذكروا كان ده ip بتاع physical interface بتاع الراوتر 10 001 اللي هو الراوتر الثاني هو الاكتف وانا هنا الstand boy اللوكل اللي هو انا والباتشور ip اللي بين 10 003 تعال انا راح تاني معلش على الراوتر ده لو عملت كده بوس دلوقتي يبين لك ايه كان لسه طريبا بيبعث هلول بعض الstand boy 10 002 اللي هو الراوتر التاني شايف الراوتر التاني stand boy وشايف نفسه active الراوتر ده شايف نفسه stand boy وشايف الراوتر التاني active في virtual ip بين ومهم الاثنين 003 ماشي والراجل ده شايف ان gateway بتاعه 003 بس كده